مرحبا بكم مشاهدينا في مواد نشاطكم الجوية اللي اطلع لكم من قناتكم الجزائر دوان إذن نبدأ نشاطنا الجوية مشاهدينا الكرام بهذا المنظر الجميل من تركيا إذن هذه المنطقة معروف اسمها كابادوكيا اللي فيها إذن مباني تحت الأرض هذه هي الحاجة لتخلي أكثر شيء السياحي توفدولها من مختلف أنحاء العالم إذن بنسبة الوضعية الجوية مشاهدينا الكرام لصباحناها الغد على العموم استقرار جوي رح تشهدوا العديد من الولايات الوسطى والداخلية حتى الهضاب العليا والولايات الصحراوية إذن بعض السحب رح تكون في الموعد من النوع العالي والمتوسط على أغلبية الولايات الصحراوية إذن الرياح رح تكون قوية بعض الشيء مشاهدينا الكرام على تلمسان وكذلك على البيض مشرية وأنعامة إذن درجات الحرارة اللي سجناها لصباحناها الغد مشاهدينا الكرام إذن انخفاض رح يبقى محسوس بحول الله لدرجات الحرارة على أغلبية الولايات السحلية إذن الوسطى وكذلك الشرقية والغربية للوطن وإن تم تسجيل مقياس 15 درجة كأعلى مقياس على الولايات السحلية الوسطى 6 درجات تم تسجيلها كأدنى مقياس مشاهدينا الكرام على الجلفة حتى البيض مشرية وأنعامة إذن بنسبة للولايات الصحراوية درجات الحرارة تراوح من 9 درجات إذن تلحق المقياس 12 درجة بوسط الصحراء عين صالح ترتفع بدرجة واحدة بحول الله على إليزي إذن رحوا نشوفوا مشاهدينا الكرام الوضعية الجوية لمساءناها الغد بحول الله إذن وضعية الجوية لمساءناها الغد الاستقرار الجوي رح يبقى على غلبية الولايات كما نلاحظوا السحلية الوسطى والشرقية حتى إذن ولايات الهضاب العليا نترقب تساقط الأمطار بحول الله على تلمسان وين حتكون معتبرة إذن هذا مع المساء الرياح رح تبقى قوية بعض الشيء مشاهدينا الكرام إذن الحيد المطلوب على الجلفة والغواط الغيوم كذلك رح تكون في الموعد على أغلبية إذن الولايات من الناحية الغربية على وهر ومستخن وكذلك من إصاف مع احتمال تساقط مع المساء بعض قطرات من الأمطار كذلك الأجواء رح تكون مغيمة بحول الله على بشار وكذلك على تندوف إذن بعض السحب من النوع العالي والمتوسط رح تكون في الموعد على أبواب الصحراء الأجواء رح تكون مواشات بعض الشيء مشاهدينا الكرام إذن على أغلبية الولايات إذن أقول الصحراوية من الناحية الشرقية إذن درجات الحرارة اللي سجناها لمساءناها الغذ مشاهدينا الكرام أقول إذن تم تسجيل مقياسة عشرين درجة على الولايات الوسطى للوطن خمسة عشرين درجة على وهر ومستخن وكذلك على بنساف إذن تنخفض بدرجة واحدة على عم نابا والقالة مقياسة عشرين درجة تم تسجيلها على باتنا وكذلك تبسة وأم البواقي عشرين درجة على برج باري ريش بو عشرين درجة إذن تم تسجيلها على الشلف معسكر وغريتان إذن تم تسجيل تلتاشين درجة كأدنى مقياس مشاهدينا الكرام على الجلفة والغواط حتى الخط الرابط مع البيض مشرية وأنعامة منسبة للولايات الصحراوية مشاهدينا الكرام تم تسجيل مقياس عشرين درجة على منطقة الصورة نفس المقياس على غردية وبريان تتو عشرين درجة على وورغلا وتو قرس وكذلك نفس المقياس على بن عباس وتب البالا وبرج الحواس خمسة وعشرين درجة تم تسجيلها إذن على تندوف وثلاثين درجة تم تسجيلها بأقصى الجنوب برج بجي مختار وعنقزام إذن انخفاض رح يكون محسوس في درجة الحرارة مشاهدينا الكرام على أغلبية ولايات الهضاب العليا بنسبة للولايات الصحراوية إذن رح تعود ترجع ارتفاع في درجة الحرارة بأقصى الجنوب وكذلك على تندوف وأغلبية إذن الولايات الصحراوية أقول من ناحية الشرقية للوطن للملاحة والصيد البحري مشاهدينا الكرام إذن البحر في مجماله لنهى الغد بحول الله رح يكون من هادئ إلى قليل اضطراب إلى مسترب على طول الشريط الساحري إذن رح يكون هادئ بحول الله على سواحل الشرقية للوطن وانتلحق سرعترية 15 كم في الساعة يرجع قليل اضطراب بحول الله على أغلبية سواحل الشرقية للوطن على عروانة وجيجل كذلك إذن يعود يرجع مسترب بحول الله على أغلبية السواحل الوسطى للوطن وانتلحق سرعة الرياح 30 كم في الساعة ويبقى مسترب على أغلبية السواحل الغربية للوطن حتى المرسل من الوهدي وانتلحق سرعة الرياح 35 كم في الساعة إذن اتجاه التعريح بحول الله مشاهدينا الكرام رح تكون من جنوبها إلى جنوبها غربية على طول الشريط الساحلين طولها كلا عدد مشاهدينا الكرام بموعدنا الفلكي للشروق وغروب الشمس يوم 12 ديسانبلي في 2011 إذن الشروق على الجزاء العاصمة وضوحية رح يكون على الساعة 57 دقيقة مساء أما الغروب على الساعة 35 دقيقة مساء لمزيد من المعلومات مشاهدينا الكرام مع لكم اردوا موقعنا الإلكتروني لو يظهر أسفل الشاشة www.lgazaria.tv بقية متابعة الشديقة أكيد مع برامجة الجزائر يوان سهرة ممتعة بقوا على خير تهلا فرح تيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر